موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم تطوير الخدمات الحكومية بشكل مستمر هو هدف ثابت لدى الحكومة الموقرة وذلك لضمان توفير خدمات شاملة وذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين وتواكب التطورات المتسارعة في القطاعات الخدماتية هذا التطور المستمر لم يكن المواطن البحراني بعيدا عنه وقد جاء تكريم سمو ولي العهد لعشرة مراكز خدمية حكومية دليل على تفاعله المستمر لتطوير الخدمات الحكومية اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أكد على أن جهود التطوير والتحديث لكافة القطاعات الحيوية تأتي في مقدمة الأولويات التي تحرص المملكة على تنفيذها نبدأ حوارنا بعد هذا التقرير حول تكريم المراكز الخدماتية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية جهود التطوير والتحديث لكافة القطاعات الحيوية في حكومة البحرين تأتي في مقدمة الأولويات التي تحرص المملكة على تنفيذها هذا ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة المالك ولي العهد والذي شدد على ضرورة وأهمية موصلة رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز التنافسية والإبداع والابتكار لدى الجهات الحكومية الخدمية المختلفة وإيمانا بهذه المبادئ السامية كرم السمو ولي العهد عشرة مراكز خدمة حكومية حاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في الدولة وذلك للوصول إلى الأهداف المنشودة في تطوير الأداء والعمل الحكومي باستخدام المفاهيم والأساليب الحديثة مقدرا سموه جهود كافة الموظفين الذين يضعون نصب عيونهم رضا المواطن عبر تقديمهم الخدمات الحكومية بجودة عالية سمو للعهد الأمين أشار إلى ما تمتلكه المملكة من كوادر وطنية تتميز بفكرها الإبداعي والمبتكر والذين لهم دور مهم في الإسهام بتطوير العمل الحكومي وتقديم الخدمات الحكومية بالسرعة والجودة العالية خدمة للوطن والمواطن جهود حثيثة بذلها عضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية في إجراء عمليات التقييم والمتابعة منذ بدء تشكيل اللجنة التي تشكلت بقرار من سمو ولي العهد حفظه الله بكفاءات وطنية تفتخر بها البحرين مواصلة عمليات التقييم والمتابعة تعد عاملا مهما للارتقاء بخدمات القطاع الحكومي من خلال عدد من المبادرات التطويرية التي ستتم بناء على نتائج التقييم تتطلب تظافر جهود جميع الجهات الحكومية وتكاملها لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية في سبيل تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بجودة وكفاءة عالية حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الستوديو الأستاذ محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية أستاذ محمد علينا سأك الله بالخير سأك الله بالخير يا أهلا وسهلا فيك البحرين من الدول التي دائما تسعى لتحسين وتطوير خدماتها بل ومراجعة هذه الخدمات ويمكن توجيهات سموة للعهد للحفظة التي تأتي متماشية مع توجيهات القيادة أيضا بأن يجب أن تقدم الخدمات للمواطن البحريني والمقيمين على أعلى مستوى لذلك جاءت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية هذه اللجنة بدأت في فبراير 2018 متى بدأت بتقديم أول تقرير التقرير المبدئي ومتى قدمت تقريرها النهائي وكيف اعتمد السلام محمد بسم الله الرحمن الرحيم بلاية طبعا أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة وتقدم حقيقة بشكر الجزير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعاهد نائب القادل أعلننا بالأول لرئيس مجلس الوزراء على ثقته في شخصه وأعضاء اللجنة بالعمل على هذا المشروع الوطني الكبير للحقيقة كل المواطنين على أرض المملكة يلمسون نتائج عملها إن شاء الله ونأمل إن شاء الله أن نحن نوافق في هذا العمل طبعا تم تشكيل اللجنة بتكليف من صاحب السمو الملكي نهاية 2017 مباشرة تم عقد عدة اجتماعات وظهرنا الدليل الدليل في عدد كبير من المعايير حوالي 92 معيار فيها معايير أساسية في معايير يعني اختيارية وتم اعتماد هذا الدليل وخطة العمل من ضمن طبعا الدليل في تدريب في دورات تدريبية ما المطلوب المقيمين كيف يتم اختيار المقيمين كيف يتم عملية التقييم تم تقديم التقرير إلى اللجنة التنسيقية في فبراير واعتمدت الخطة فبراير 2018 2018 وبدأت ورش العمل ورش العمل في فبراير ومارس والتقييم المبدأي في مارس وأبريل وبعد ذلك طبعا طلعت النتائج وعلى ضوء أصار فيه يعني مزيد من الورش والتدريب وصولا إلى التقييم النهائي في أوغست وسبتمبر وظهرت النتائج في أكتوبر فعمل اللجنة الحقيقة كان جدا مضغوط في فترة قياسية الجهد اللي كان مطلوب والعمل من اللجنة ممكن تكلم فيه بعد شوي كان أيضا كبير وملموس في فترة حقيقة قياسية اللجنة تسعى لتقييم الجهات الحكومية التي تقدم خدمات خدمات مختلفة للمواطنين في الغالب لم نكن نرى هذه الثقافة ثقافة تقييم الخدمات من أجل تطويرها وتحسينها والوقوف على أماكن النقص فيها إلا في القطاع الخاص القطاع الحكومي كان غالبا في أي مكان يعني يحاول أن ينأى عن نفسه صفة أنه مقصر أو خدمات غير مكتملة أو هناك عندنا واقص لماذا ارتأت البحرين بتوجيهات من سموية العهد طبعا أن تقف عند كل الخدمات وتقيمها وتراعي أماكن النقص فيها تحسن الجودة الأداء فيها وبالتالي سنتحدث عن كيف تحسن الأداء في هذه الجهات من أنه لم يكن في المستوى المرضي إلى مستوى مرضي وذهبي وما إلى ذلك طبعا نقطة مهمة جدا نحن نشير عندنا اليوم مثلا برنامج عمل حكومة برنامج عمل حكومة الكل تطلع عليه في صلب برنامج عمل حكومة عمل اللجنة إذا ننظر إلى الأهداف العامة أحد الأهداف العامة تطوير وتسهير الجهات الحكومية ودعم الابتكار والتفوق إذا ننظر إلى الأولويات الموجودة تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة في سياسة تصب بشكل مباشر وتخدم اللجنة تخدم هذه السياسة له رفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي فمباشرة موجود النص في برنامج عمل حكومة والمبادرات التي تحتها لو نقرأ بعضها تطوير الخدمات ومراكز الخدمة لتحقيق رضى وثقة المتعامل فالحكومة حريصة جدا ذكر صاحب السمو الملكي في الملتقى الحكومي المواطن هو محور العملية التنموية بتوجيه من جلالة الملك برنامج الحكومة يحوي ذلك فالمبادرة موجودة نحن نريد أن نحقق ثقة ورضى المتعامل اللي هو المواطن والمقيم مراجعة وتحديث العمليات وبحث أن الخدمات كلها تكون متكاملة فيها نوع من الربط وتعزيز ثقافة التمييز كل هذه النقاط موجودة في العمل الذي نقوم به وأيضا طبعا هناك بعض الأهداف الثانية منها مثلا تقييم مستوى الخدمات من خلال نظام شامل وواضح القياس فعملية القياس مثل ما تفضلت فيه عملية الثقافة ربط الخدمات طيب الآن نحن عندنا خدمات إلكترونية يحصل فيها ربط إعادة هندسة إجراءات تبسط تسهل تلغى بعض الإجراءات بحيث أنها تقدم بشكل ميسر وسهل بعض الخدمات لا يمكن وقف الخدمة زيارة المركز هل تكون بمنأة عن عملية القياس عن عملية رضا المتعامل تقدم بأي صورة لا حكوماتنا حريصة أن الخدمات بشتى أنشكالها تعتبر هذه قناة مثل ما البواب الإلكترونية تطبيقات الهواتف الذكية المركز الاتصال الوطني تعتبر واجهة لحكومة مملكة الوحرين بغض الناظر عن الجهة كل الخدمات تقدم من خلالها نفس الطريقة بالنسبة للمراكز يجب أن تكون في معيارية يعني ذكر الله طول عمرا سم ولي العهد نريد أن تكون بأعلى المعايير فالمعايير موجودة في الكتيب والدليل تم تدريب الجهات فيه وكثير حقيقة من المسؤولين يعني حتى بعض الجهات اللي ربما ما تعتبر مراكزها ضمن المراكز اللي تقيم ذكروا لي أنه مفيد بالنسبة لنا نحن نقدر كأننا نحتاج المعيار اللي نقيم المركز هل بيئة منازبة هل وقت الناس يقولون الله نحن خدماتنا متميزة المركز جدا مميز يمكن حط له إضاءة أو حط له مثلا بعض الكراسي هذه انطباعات عامة أو قد يكون تقييم شخصي للجهة نفسها لكن أنتو حطيتوا معايير المعايير تفوق التسعين معيار لا يمكن أن نطرحها كلها لكن لو نتكلم عن أهمها أو على الأقل فلسفة هذه المعايير وهل هذه المعايير أصيلة بحرينية ولا استفدتوا من تجارب أخرى موجودة طبعا أعضاء اللجنة يعني الشكر لهم كلهم اللجنة جدا قوية فيها يعني ممثلية من جهات مهمة جدا عندنا مركز دراسات شيخ عبدالله بن أحمد دكتور عبدالله بن أحمد عندنا دكتور جوار نضحكي في هيئة الضمان الجودة عندنا أيضا دكتور أحمد البلغني بي آي بي أف أستاذ جمال علوي من ديوان الخدمة المدنية نال القصاب وأيضا أحمد العواضي أعضاء اللجنة عملوا بشكل مستفيض أن تكون المعايير شاملة المواقف الانتظار البيئة المكاتب خصوصية المراجع أن معلوماته لا يتم الاستماع لها الارتفاع الإرشادات الوصول للمركز لو لو أحد يحتاج أن يصل إلى المركز وهي موجودة على الخرايط مثلا جوجل ماب أو الخرايط الموجودة من خلال التطبيق هل ممكن الوصول لها بشكل سهل؟ اللوحات الموجودة في الشوارع المدنة التي يحتاجها الواحد حتى يوقف سيارة المدنة التي يحتاجها الآن يمشي من الموقف إلى داخل المركز كبار السن الدفاع المدني هل مكان فعلا؟ أنا بس عشان أن نوضح الشيخ لو سمحت سيد محمد يعني أنت التي تفضل فيها الآن هي تقييم البيئة الموجودة في مكان تقديم الخدمة يعني هذا التقييم لا يشمل فقط تقييم الخدمة أنا كمواطن أو صاحب مثلا خدمة معينة ذاهب إلى جهة ليس تقييم الخدمة التي أنا سأحصلها بس ولكن البيئة المحيطة صحيح مثل ما تفضلت مواقف السيارات التسهيلات كلها الوصول إلى المكان وجودها في جوجل ماب كل هذه الأمور وليس تقييم الخدمة صحيح فمعيار مثلا من 93 معيار شهادة الدفاع المدني شهادة الدفاع المدني معايرهم بالصفحات كتاب كامل فأي جهة لا يمكن تبني بدون شهادة الدفاع المدني لكن طلب اللجنة أن يكون محدث سنويا فأحدى المراكز الحكومية الحديثة التي تقدم خدمات على مستوى عالي لما راجعوا الشهادة طلعت عليهم ملاحظات تجريب ثلاث صفحات يعني حتى نحن بعض مراكزنا طلعت علينا ملاحظات فوق الصفحتين فيه يمكن 30 ملاحظة 40 أو 50 ملاحظة فهذه يدل لك أن قضية السلامة أيضا مهمة إذا كان في كافيترية شهادة من الصحة حتى ما يكون في تسمع هذه تقييم البيئة وهل هناك أيضا معايلة تقييم الخدمة نفسها تقييم الخدمة عندنا طبعا رضا المتعاملين يكون فيه استبيان ناخذ استطلاع رضا المتعاملين ويكون نسبة معينة المراجعين يعطون نسبة معينة للمركز أيضا مهم أن إذا الخدمة تحتاج ترابط مثلا الخدمة تحتاج على سبيل المثال نسخة من الجواز أن أنت ما تطلب الجواز البيانات موجودة من خلال الخدمة في نوع من الربط في داخل الجهة الحكومية مع الجوازات على سبيل المثال أو مع بطاقة الهوية ومع العناوين حيث أن ما تطلب من المراجع كم هائل من الوثائق والأوراق وتعطل كم جهة خضاعة لهذا التقييم؟ 89 مركز من 19 جهة حكومية موجودين في وزارات في هيئات وزارات في هيئات وزارة الداخلية عندنا الكهرباء تمكين البلديات إلى آخرها جميل رح نواصل ونتكلم شلون حدثت نقلة وتقبل لهذه الثقافة الجديدة في أماكن تقديم الخدمة وكيف تغير مستوى الأداء الخدمة المقدمة نريد حتى بالأرقام والحصائيات لكن إذا سمحت لي أيضا يصيرنا يكون معنا عبر الهاتف المهندس يوسف بحجي رئيس المركز البلدي الشام للتابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ما ساك الله بالخير ما ساك الله بالنور وما قصاته على الاستضافة واجب الله يسلمك الحقيقة أنتم تعدون من أكثر الجهات الحكومية التي تلاقي تفاعل مع القطاع الخدماتي في مملكة البحرين هذه المبادرة ماذا تعني لكم وكيف انعكست على جودة الخدمات التي تقدمونها وأيضا لدى الجهات المشاركة الأخرى معكم في البداية أحب أن أتوجه بشكر لصاحب السمو سمو العهد على دعم ورعاية لمثل هذه المبادرات المميزة التي تهدف إلى الاعتقاد العمل الحكومي وطبعا تصم في تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وإحنا طبعا كمركز خدمي دورنا أو اختصاصنا هو تراخيص البناء وسرعة إنجاز هذه التراخيص وإعطاها للمستثمرين فهدنا هاي التقييم وايد طبعا اللي كان يرتكز على عدة ركائز أساسية منها سهولة الوصول للمركز التمييز في توفير الخدمة طبعا نحن هنا في المركز البلدي الشام الحرصنا على توفير خدمات مميزة حق ذوي الهمم فخصفنا لهم ضواقف محددة بالإضافة إلى أننا خصفنا لهم كونتر محدد يسهل لهم عملية الوصول للمركز بالإضافة إلى إنشاء دار للاستثمار فإذا أنت كنت مستثمر وحاب تستفسر مجرد تمر علينا المركز وفيه كونتر مخصص لكن أنت تتيلس وتستفسر وتحصل الإجابة في نفس الوقت طبعا بعد نفسقنا مع وزارة الصحة والدفاع المدني مشكورين عشان يكشفون عن المنشأة اللي عندنا ويتأكدوا من مطابقتها الاشترافات الصحة والسلامة طبعا نحن من أكثر النقاط الإيجابية عندنا في المركز البادي الشامل هو وجود ممثلين عن الجهات الخدمية موجودين عندنا ويكون المركز كنقطة واحدة حق المستثمرين فهذا الشيء يعزز عندنا أو حفز عمليات الدمج والتكامل فهذا الشيء يرفع التقييم مالنا والله الحمد وطبعا من هاي المنطلقة أحب أشكر هاي الجهات اللي كانوا شريك لنا في الحصول على هذه الجائزة نعم يعني أنتم استاذ يوسف في المركز البادي الشامل ويعني من الجهات التي فازت بتصنيف الفئة الذهبية ما هي قراءتكم لمستقبل الخدمات الحكومية في ظل هذا الاهتمام الحقيقة اهتمام غير متناهي من قبل سمولي العهد أيضا الأصرار لدى الشباب البحريني على المضي قدم في هذه المسيرة في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين للمراجعين بشكل عام طبعا ساهم الإطار العام لمعايير التقييم في لافت انتباهنا حق أمور ما كنا من تبهين لها والحمد لله قدارنا بفاضل هاي التقييم أن نحن نطور عملية اصدار تراقب في البناء في المركز الحمد لله توفاقنا بحصولنا عدر الذهب هذه السنة وإن شاء الله في 2019 نأمل أن نحافظ على مستواننا بل أن نرتقي بالعمل زيادة لأعلى المستوى أنا في شغلة سيد يوسف أبي كل جهة وهي تعمل حتى قبل وجود هذا التقييم بوجود تلك المعايير تسعى دائما لتقديم الأفضل وهذا لا شك فيه وقد تعتقد أنها قاعدة تقدم الأفضل تدخل في الروتين تصل لمرحلة الأمان وبالتالي ما في أحد يراجحها بشكل مستمر فتعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح هل ساهم هذا التقييم بوجود تلك المعايير أن على الأقل يبطل عين الجهة على أماكن النقص وأماكن التطوير بالضبط خصوصا أن أنت لما يجيك تلك لست ويجيك متسوق سري أنت ما تدري عنه فشي طبيعي أن يكون الجميع على تأهب وحطين عيونهم نصب عينهم هذه التلك لست اللي عقلنا إياها في التقييم فمثلا أنا بدل ما أتكلم بالتلفون فاربان والعميلة التي تنتظرني أحط في بالي أن احتمال يكون هذه من العملاء السريين اللي ممكن يروح يسوي ريبورت وينزل تقييم الحمد لله أن الموظفين اللي موجودين في المركز بادي الشامل كانوا على قدر المسؤولية وبالعاكس تشربوا هاي المعايير وقاموا يطبقونها حتى بدون وجود العميل السري أو بدون وجود المسؤول فأنا أحب أن أتقدم لهم بالشكر شخص شخص وبدونهم ما كنا ممكن نوصل لهاي المستوى هذه الثقافة كانت سائدة في القطاع الخاص الآن الحكومة تريد أن تقدم خدماتها بتوجيهات من سموية العدل لحفظة بمستوى ما يقدمه القطاع الخاص طبعا ليدخل في منافسة وبالتالي يريد أن يقدم أفضل خدمات كل الشكر والتقدير لك المهندس يوسف بوحجي رئيس المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العبراني وأيضا نجدد لكم التهنئة بحصولكم على جائزة تصنيف الفئة الذهبية ضمن هذا البرنامج إذن مشاهدين لجنة تقييم مراكز الخدمات الحكومية جاءت بقرار من سمولي العهد واتخذ 92 معيار لتقييم المراكز المشاركة نتعرف على أكثر هذه المعايير وأيضا على هذه اللجنة ومعاييرها ونعود لاستكمال الحديث اشتركوا في القناة إذن من جريد أهلا بكم مشاهدينا معي ضيفي الكريم في الستوديو الأستاذ محمد علي القائد بعد يعني الناس أو الجهات الحكومية التي تعمل لسنوات طويلة تأتي لها تجربة مختلفة مثل هذه التجربة كيف كانت تقبلها تغيير هذه الثقافة ولما بديته في مرحلة التقييم المبدئي كم كانت النتائج وبعد سبع شهور التقييم النهاية كيف تطورت هذه النتائج بداية أنا أعتقد الأثر أكبر أثر موجود هو في الثقافة ثقافة الجهات الحكومية كانت مختلفة أنني عندي خدمة يحتاجها العميل بأي شكل من الأشكال في النهاية أقدمها لها وانتهى الموضوع بأي طريقة كانت ثقافة التنافسية ثقافة أن يكون عندي معايير جودة الخدمة معاملة طيبة الرضا أنه يطلع نفس مثل متفضلة القطاع الخاص هذه الثقافة تم تأصيلها من خلال الدليل بداية كبار المسؤولين الآن يدرون أنهم مسائلين يدرون أنه يطلع في النهاية تقييم للمراكز اللي عنده فهو مهتم بالمركز ربما كان بعيد فصار الآن قريب من المراكز الموجودة يعطي احتياجاته لأن المركز أحيانا يحتاج ربما مثلا كراسي أو يحتاج لوحة أو كذا فالمسؤول الآن الثقافة لما وجدت هو صار قريب إضافة لذلك التدريب يعني أحد المعايير الرئيسية أن جميع الموظفين في دورة احترافية يجب أن يشتاز الدورة كل موظف متعلق بشين بتقديم الخدمة بتقديم الخدمة سلوب التعامل مع العميل كيف هو هنا هو ممكن يتعامل معه مع بيبا محل البحرين التدريب ومن خلال طبعا الدورات هذه تم تدريب أكثر من 250 شخص خلال الفترة الماضية في ستة الدورات فالموظفين تغير حتى أداءهم البطاقة لازم تكون موجودة تعريفية مثل ما تفضل أخوي التليفون لازم يستخدم أثناء التعامل مع المراجع إذا يحتاج استخدم لازم يسك الكاونتر يقول والله يعني غير شاغر المكان مغلق ويتعامل مع التليفون وبعدين يرجع فالعميل يعرف أنه والله عنده مكان ثاني ما ينتظر وربما فيه شخص يعني قاعد له فترة ساعة يعني اللي تقوله أستاذ محمد نعم تفاصيل التفاصيل نعم يعني في السابق الجهات الحكومية التي ما تكلم عن البحرين يعني تكلم هذا معروف عالميا بأن الجهات الحكومية تتصل ببريقراطية بترهل في الأداء بغياب المعايير الواضحة الاحترافية يعني هذه تفاصيل بسيطة أن أنا حتى لو بستخدم تليفون لازم أسك الشباك عشان المراجع يعلم بأن هذه المكان غير يعني ما قاعد يشتغل في التجه هذه كنا نشوف القطاع الخاص فقط يعني الآن لا بريقراطية نستطيع نقول لا ترهل في العمل الحكومي عمل حكومي احترافي يقدم خدمة مميزة وبيئة عمل مميزة هل هذا اللي نتكلم عنه بضغط الله يسلمك ومثل ما تفضلت يعني احنا الدليل في 92 معيار 61 الزامي حق الفضي للذهبي 61 زائد 25 من 31 فنتكلم عن 86 معيار من 92 هذا ما حقق ما يأخذ الذهبي فالمراكز الذهبية محقق نسبة جدا عالية هذه الثقافة التي تغيرت يعني مثل ما تفضلت الآن نأخذ الأثر لما سألنا التقييم المبدئي احنا الهدف طبعا هذه مبامتحان هو وسيلة للتطوير للتطوير فاحنا ما ينم مثل ما يقولون بشكل مفاجئ مقيم عطينا الدليل للجهات عطيناهم مرش قلنا لهم إذا مفاهمين نبينساعدكم احنا بينساعد للتطوير مع ذلك في تقييم مبدئي تقييم مبدئي وجه صاحب السمو الملكي ما ينشر تعطى للجهات حتى يكون وسيلة للتطوير فأنا عطيتك الورشة والتدريب عطيتك الدليل فترة أسابيع وقلت لك التاريخ الفلاني بقيمك بعد التقييم اتضح كل المراكز الحكومية 89 ولا واحد منها اشتاز متطلبات الفضي أو الذهبي المبدئي نتكلم الآن في المبدئي لا فضي ولا ذهبي ما اشتازه المراحل كان نسبة المراكز التي تجاوز نسبة تحقيقها للمعايير فوق 85% خمس مراكز من إجمالي 89 فقط خمس مراكز في التقييم النهائي وصل العدل إلى 42 تقريبا نص المراكز الحكومية اشتازت فوق 85% من المعايير اللي كان محقق المراكز فوق 90% من المعايير كانوا مركزين فقط وصل العدل إلى 32 حوالي الثلثة أو أكثر من الثلث في فترة سبع شهور هذه يبين لك إلى قفزة كبيرة هذه الدليل على تعاون والتزام من الجهات الحكومية بشكل غير طبيعي أن مع البرقراطية الميزونيات صعبة الضغط الموجود اليوم أنت لا تستطيع توظف عندك ضغطة يتقلل الانتظار حسب المعايير ما عندك وقت فيه ابتكار فيه إبداع أنا أطلع حلول إبداعية أغير أوقات العمل بطريقة ما يعني أربط مع خدمات حتى أنا أحقق المعايير الموجودة فهذه قفزة كبيرة والمقيمين كلهم من خارج القطاع المقيم يعني آئين من الجامعة ديكاتورة في الجامعة موجودين من ضمان الجودة من مركز دراسات بإشراف دراسات اللي هما يعتبرون خارج التقييم فجهات محايدة بالتالي أنا أعتبر فعلا يعني النجاح يعني حقيقة أنا أقدم التهناء كل التهناء ومع بس الفائزين بالفئة الذهبية أيضا الفضية وجميع من شارك لأنه صار فيه قفزة ونقلة كبيرة فيه أداء هذه الجهات ونتأمل إن شاء الله في المستقبل أنه يستمر هذه وإن شاء الله نرى كل مراكز حكومة الملكة البحرين في الفضي أو الدهبي بإذن الله عمل اللجنة سيكون مستمر هذا التقييم دوري شامل مستمر أم لفترة معينة مستمر حسب الخطة اللي أبلغنا بها الآن سنعرض خطة السنة القادمة للجنة التسنقية لأخذ موافقتهم استمرار في الوراش والتدريب والتقييم النهائي اللي هو يفترض أنه يكون في نفس الفترة يعني أغسطس إلى سبتمبر حيث أنه تظهر النتائج نهاية العام ويتم إعلان عنها الهدف أن المركز اللي يواصل الحصول على المركز الذهبي يعني اللوحة راح بتوجيه من سموه للعهد راح تعلق عند المدخل في المراكز بنهاية السنة إذا ما حصل على الفأة الذهبية راح يأخذ الدرع ويدخل داخل والمكان يكون فاضي فالهدف أن المركز لازم يحافظ على الفأة الذهبية إذا نزل راح ينحط فضي إذا ما حصل الفضية ما راح يكون الدرع موجود على المدخل راح يكون موجود داخل بس بالسنة فأة الذهبية سنة 2019 عشرين محققتين ما راح يكون موجود فالهدف أن نحن نواصل في هذا السباق وفعلا يعني جميع المراكز الحكومية مثل ما ذكرنا تكون متكاملة مترابطة تقلل الجهد على المراجع وتقدم خدمة متميزة هذه هو هدف حكومتنا ونتأمل إن شاء الله من خلال هذا البرنامج أن نحن نحقق هذا الهدف نعم وهو ما يتوافق بعد مع ما جاء في برنامج عمل الحكومة مؤكد عليه سموهي العهد الله يحظه في الملتقى الحكومي لأكثر من سنة العمل الحكومي الآن والمناصب في البحرين ما عاد التشريف تكليف وتكليف الحقيقة يعني تحت المجهر ويجب أن يحافظ الإنسان على هذه الأمانة أي أن كان وظيفته وإن كان مكانه في هذا العمل الحكومي كل الشكر وتغذير لك سيد محمد يعطيك العافية على ما تفضلت فيه أتمنى لكم كل التوفيق مهمة كبيرة كرئيس لهذه اللجنة لكن قد يهوكدون إن شاء الله قواك الله سيد شكرا جزيلا إذن مشاهدين الكرام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تحسين جودتها هي عملية مستمرة الحكومة تحرص على تطويرها بما يصب في صالح الوطن والمواطنين يبقى الأهم هو استمرار التقييم والمتابعة والتحسين للخدمات الحكومية بما يحقق التنافسية والاستدامة التي تعدام من ركائز الرؤية الاقتصادية 2030 نلقاكم إن شاء الله في أسبوع القادم في أمان ترجمة نانسي قنقر